بالبداية رح ننتقل لأولى فقراتنا واللي رح نحكي فيها يا فرح مثل ما قلنا بالبداية حلقتنا عن الشيء النفسي وقدي ضروري ومهم نكون هلا عم نحكي فيه عن المعالجة النفسية بشكل عام صحة نفسية سلمة طبعاً لما نحكي عن صحة نفسية بهيك ظروفة هو تحدي كتير كبير خلينا نقول كيف نقدر نتمتع انك عند احنا بصحة نفسية او حتى نعلم اطفالنا يكون عندهم درع واقعي تجاه الصور السلبية والمأساوية يلي عم بتصير كيف نقدر نفهم اطفالنا بالواقع يلي عم بصير باخذ الاحتياطات انه اطفالنا يمكن بتأثروا باضعف وابسط الامور من كلمة وحرف وحتى مشهد ببعض الاحيان اداية سلمة اليوم نحنا بتحدي حقيقي بهذا الموضوع طبعاً انه نحنا نحكي عن الصحة النفسية بالظروف وحروب طاحنة عم بتصير صحيح فرح يمكن يعني بالذات هاي السنة يعني حكت المنظمات الدولية التي تعنا بالصحة بمرور يوم الصحة النفسية بانه نحنا عم نواجه ابشع المشاكل النفسية ان كان بمنطقة الشرق الاوسط وحتى اثر امتد لبرة لانه اليوم السوشال ميديا صارت تنقل كل الحالات انتي وقاعدة بقلب بيتك ولو كنتي بمنتهى الامان وما عندك اي مشاكل ولكن مجرد ما تفتحي فيديو مدته 30 ثانية لتشوفي فيه رسالة من رسائل اطفالنا بغزة اول شيء اللي عم يتعرضوا له مهما كنتي قوية نفسية لك سلمة احيانا قدي بيمرؤ فيديو مثل ما قلتي مدته كتير قصيرة بتحسي كل النهار ما قادرة تحكي ما قادرة تكوني بحالة طبيعية نحنا الكبار يمكن يلي لازم نكون محصنين نوعا ما لازم نكون وعيين بكل شيء عم بصير فكيف هذا الشيء ممكن يعكس على اطفالنا هذا الموضوع سلمة كتير مهم اليوم نحكي فيه مع دكتورة شفاء صوان سعد لصباحك دكتورة يا اهلا وسهلا لسعد صباحكم صباح السلام والمحبة صباح هيك الراحة النفسية للأطفال صباح التعاضد والمحبة يا رب اكيد يا سعد صباحك يعني دكتورة اليوم تحدي صعب كتير كبير قدام الأهل لكيفية التعامل مع الأطفال والراشدين بهذا الموضوع خصوصا موضوع الصحة النفسية بجوز الكبار يكون عندهم طريقة للتفريغ أو طريقة للكنترول ولكن الأطفال اللي عم يتعرضوا لهالمشاهد كيف بدوا يتم التعامل معهم هلأ الصدمات النفسية بتجي كتير قوية بالحروب والصراعات بتجي العنف المنزلي كمان إلى أثر الإهانات أشياء كتير للتحرش والتنمر كل هاي الأشياء بتأدي لصدمات نفسية وأذى نفسي كيف نحنا بنقدر أنه نعرف أنه هذا الشخص حتى نحنا فيه ممكن ناس بيوصلوا للخمسين وستين وبيموتوا وما بيقدروا يعالجوا حالهم من صدمات نفسية كيف بدنا نعرف أنه هذا الشخص أو نحنا مارين بصدمة نفسية ما عالجناها كيف نحنا بدنا ندعم الآخرين ونعرف أنه عندهم صدمات نفسية تجاه أي موقف مروا فيه هذا اللي رح أحكيه هلأ هلأ الصدمات النفسية هي كما قالت أنه بتجي بالحروب والصراعات نحنا عم نحكيه عن أطفالنا اللي بغزة لما بيمر بيصير عنيف بيصير عنده ردات فعل غير يعني تباول لا إرادي ردات فعل غير يعني مفهومة عدم النوم القلق بالنوم الرعب بالنوم يعني بفيه مرعوب دائما بيصير عنده عصبية سترس يعني عصبية كل ما حدا حاكا شيء أو هيك بسرعة الغضب بدون سبب بيشوز شيء بسيط جدا لكن هو تراكمي يعني هو سبب أنه هو صدمة نفسية ما تعالجت طبعا هذا الشيء ببدايته طبيعي جدا لكن إذا استمر أكتر من شهر هون لازم كتير ضروري أنه نشوف أخصائيين نفسيين يتم معالجتهم يتم أنه نعرف سبب الصدمة حوار الأطفال شو الشيء اللي مدايقك نكسر رهبة الخوف مثلا من القذف والقزائف والمشاكل اللي عم تصير حواليهن نصير بدال ما يكون في هذا الرعب شفنا ناشط فلسطيني صبي صغير سار يقوله بطريقة المزح والضحك هذا قدي قوي لحتى تجاوزه بطريقة المزح والضحك ينقول هاي الأخبار قدي هو قوي يعني القصف فوق راسه هو عم يعمل هذا الشيء الكتير في قوة بس دكتورة آخرين اليوم نقول الأطفال ما ننمتساويين بها هي الصحة النفسية اللي نحن منتمنى تكون موجودة وكمان ما نمتساويين بردود هاي الأفعال اليوم كيف نحن منقدر نحمي أطفالنا قدر الإمكان من هاي الصدمات اللي عم نحكي عنا خاصة أنه اليوم في حروب وكوارث مثل ما أنه ما منقدر نحن نكون بمعزل كامل ونحمي أطفالنا على القليلة يمكن من مشهد ممكن يشوفه على التلفزيون أو كل ما يسمع منرفيه تمام هلأ الفكرة أنه اللي بيكون بعيدة عن بس عم يشاهد كمان كمان في مشاكل بتكون أمراض مزمنة ممكن يصير بسبب الصدمات أنه من كتر الحزن والرعب على هدون الناس يعني احنا عم نشاهدهم عم نحكي أنه مو ناس عايشين هذا الواقع ناس عم تشاهد ودائما الاهتمام الشديد جدا لدرجة أنه أول ما بيفيقوا بعد ما أول ما بيناموا التأثر الشديد جدا بدال ما يحملوا مسؤولية ويصيروا أنه بسرعا يدعوا يبعثوا لهم هايك رسائل سلام ومحبة يساويوا أشياء ممكن أنه هي تدعمهم بأي شيء بمنشورات بأي شيء معين أنه تدعمهم لا بيستسلموا بيحزنوا بيئسوا هذا اليأس بيوصل لهم كمان هذا الشيء كمان احنا ما بدنا نوصل وبيوصل لنا للأمراض وما حيفيدنا بشيء دائما الفائدة بتكون لما نحنا متحمل مسؤولية ومنطلع ومتجاوز هذا الشيء بحالة نفسية أفضل حتى هي بتدعمهم نفسيا في مكان ما بالعالم بتدعمهم نفسيا وتتعامنا لنتجاوز هذا الشيء كثير شفنا ناس مرضوا بهذه الفترة سبب مرضهم هو كان المشاهدة المستمرة مع العواطف العواطف الكبيرة كثير بدون العقل المسؤول يلي هو أنا شو بقدر ساوي بهي الأزمة شو بقدر أني انشر من الحقيقة شو بقدر أني ساعد هدون الناس وإدعمهم كطبيب كذا أنه أي حدا بمكانه بيقدر يدعم بالشيء لو كان أبسط شيء بالدعاء بأمنيات الخير أما المرض والحزن إذا نحنا شفناهن بقمة هذا الألم يلي هننا عم يتألموهن بقوة أكبر هائلة جدا أكبر من القوة التي نحن نمتلكها بصراحة بأي مكان بالعالم فدائما تلاقيهم محتسبين دائما صابرين دائما أقوياء دائما مصرين على أنهم لا يطلعوا من الأرض دائما مصرين على أشياء يعني غيرهم ممكن ما بيقدر يتحمل هذا الشيء لكن هنن عندهم هي القوة وهنن عندهم كمان الدعم يعني منشوف لما واحدة بتفوت على العزة أديه بتطبطب عليهم أديه ما مرضت وحزنت وتراجعت لا هي كانت داعمة وقوية نحنا لازم نكون داعمين ما نكون مستسلمين والحزن يأخذنا أو يأكلنا لحتى ما نقدر ندعم الآخرين أو ندعم حتى أطفالنا اللي عم يشوفوا هين مشاهد أكيد طيب دكتورة نحنا شفنا خلال فترة الماضية كتير آراء اتجهت نحو أنه يكون فيه يعني مشاركة للأطفال بهذا الحدث بداية ما نقذب عليهم طبعا ما نقول لهم ما في شيء ومو صاير شيء لأنه الأخبار موجودة بكل العالم ورح توصل لهم يعني تماما بالنهاية فإنه قدي مهم أنه نشاركهم اليوم التفاصيل ولكن بطريقة إيجابية تماما خلينا مثلا نرسم شيء خلينا مثلا نتعرف على الثقافة الفلسطينية تماما خلينا نعرف ليش هذول الأطفال أقوية ليش لأنه هاي القضية يعني نعرفهم أكثر تماما في بعض الناس أخذوا أطفالهم اللي من عمر مناسب شاركوا بوقفات لونوا العلم الفلسطيني لبسوا كنزة فيها شيء سلوك أو شيء له علاقة بالكوفية الفلسطينية قدي مهم المشاركة ممكن نتساعدهم أنه تخف هاي الصدمة عليهم طبعا أكيد كتير مهمة هاي المشاركة أنه نحن أول شيء أنه نكون واضحين معهم نفوت بالأشياء الإيجابية مثل ما قلت نحن نركز على الأشياء الإيجابية نحكي لهم عن بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نحكي لهم عن أنه شو بنقدر نساعدهم ممكن نساعدهم بالكلمة ممكن بنشر هذا الجيل كتير جيل زكي جدا وعقري بالذكاء الكتروني والسوشال ميديا فكيف تدعم هدون الفلسطينيين إخواتنا اللي عم ينقصفوا ويصير معهم هذا الشيء ممكن إنشر ممكن إدعم ممكن ترجم ممكن لغتو الأولى الإنجليزية ممكن ترجم ممكن إنشر هاي الأشياء فأنا شو بقدر أعمل ممكن أرسم لوحات وأبعثها ممكن أرسم لوحات وأعمل معارض ورجي العالم هذا الألم الفلسطيني اللي عم يصير قدي أنا بقدر أدعمه بهذا الشيء حتى على فكرة الفلسطينيين في الداخل هون على قد ما هنه المتألمين هنه المتفائلين جدا لأنه هو يعني القوة المادية غير متكافئة لكن القوة الروحية هي طاغية بالفلسطينيين المقاومة الفلسطينية الله يحميهم فأدي نحنا من نحفز هذا الطفل إنه قدي فيه ألم بس لا قدي فيه خير قدي فيه تفاعل قدي فيه أمل إنه نحنا حننتهي من هذا الكيان المحتل والغاصب ونحنا قدي نحنا فينا ندعمهم برسماتنا بالسوشال ميديا بكلماتنا بإنه نكتب شعر فيهم إنه ندعمهم بأي شيء ممكن نعمله المهم إنه نحنا نركز على الدعم ما نركز على الحزن مشان ما هنه يمرضوا لأنه نحنا بالنهاية إذا غبي أخدنا ومتصينا هذا الألم اللي موجود نحنا رح نمرض وما رح نستفيد شيء ولا هنه هيستفيدوا شيء نحنا بالمقابل تحمل المسؤولية هي القيام بشيء إيجابي بيقدر يعمل أثر كثير عظيم وكثير جميل ولو كان مثل أثر الفراشة اللي هو جنحة فراشة يعني ترفرف في مكان ما قد تعمل عاصفة في مكان ما خلينا أجنحة الفراشات لأخواتنا بفلسطين بأثارنا الإيجابية الحلوة اللطيفة دكتورة خلينا نحكي عن المرحلة اللي نحنا كل آياتنا نتمنى أنه نحنا ما نوصلها الصدمة عند الأطفال وقد نحنا بيعا زيت علاج حقيقي يمكن نساعدهم خطوة بخطوة حتى يطلعوا من حالة الصدمة مع اختلاف خطورتها ومع اختلاف أعمار الأطفال أو حتى المراهقين اللي ممكن يدخلوا بحالة نفسية كتير سيئة تمام أول شغلة المعرفة اللي بيعرف المشكلة اللي هو مارئ فيها بيقدر أنه يعالجها لهيك منشوف أي مرض سواء عضوي أو نفسي إذا عرفنا أنه شو المرض اللي عنا منقدر نعالجه أول شي المعرفة تاني شغلة نشوف المواقف والأشياء اللي بتعمل علينا أثر سلبي يعني مثلا أنا مثلا بيزعجني هذا الصوت بيزعجني الشخص الفلاني وجوده بيزعجني يكون بهذا المكان المعين بيذكرني بأشياء معينة فأنا بحاول أني ابتعد عن هذا المكان عن هدون الأشخاص اللي بيتسببوا لي سترس أعرف ليش هذا الشخص بيسبب لي سترس وممكن أشياء مرتبطة بالماضي نحن كتير صدمات ما تعالجنا منها ولا عرفنا نعالجها ودائما غطيناها ودائما إذا أنت منعرف أنه نحن عنا صدمات غير معالجة لأنه نحن مثلا نغضب بمواقف لا تستحق الغضب مثلا أنا ابني ما درس بقيم الدنيا وبقعدة لأنه ابني ما درس مثلا لأنه وقعت انكسرت كاسة بعمل بقيم الدنيا وبقعدة مع أنه هو شي سبب عادي وبسيط وبديهي أنه يصير إذا وقعت الكاسة تنكسر وبديهي أنه أي حدا تنكسر معه الكاسة ففي مواقف لا تستحق هذه الردات الفعلة الكثير عنيفة في أوقات ناس أو أناس مثلا فيه شغلة ما بتتحقق معهم بيكسروا بيعملوا بيساوا إشياء بتزعج نفسهم بتزعج الآخرين بعدين بيجوا بيراجعوا نفسهم هاي معناته في صدمات طفولة لم تعالج هذا من مؤشرات صدمات الطفولة شغلة مهمة جدا لحتى ننتقل لمرحلة العلاج مراقبة الذات مراقبة أني أنا شوف نفسي أمتى عصبت أمتى الدايئة أمتى هاي الصدمات أمتى هذا طفلي ارتعب أمتى فيه ناس معينين هو عم يخاف منهم ويتلاشاهم أماكن معينة يمكن أماكن مغلقة أصنصير غرفة مظلمة كذا ما بيحب يعود فيها أنا هون لما براقب نفسي وبراقب طفلي بعرف أنا كيف أني عالجه وبيجي بحاوره أنه أنا ما في شي بيخوف مثلا بيخاف من قطة بيخاف من شي تاع مساكل قطة تعا نلمس عليها تعا نحكي معها القطة لطيفة هي بالعكس بتخاف منها نحنا ما منخاف منها أشياء كتير حتى لو كان على مستوى حشرات أو أي شي ممكن يمر في أي فوبيا أو أي خوف أو رعب أنه بيحسوا الطفل لازم نحنا نأمنه في نواجهه أي خوف لا يتم مواجهته بيصير بيتملكنا بيتملكنا حتى للأبد منشوف ناس ما عم تتعالج من فوبيات معينة مرأت فيها بحياتها بسبب أنه هي ما قادرة تتعبر أو أعطيه عنف أو شي عفوا بتشوفي أنه هذا القلق أو الخوف ممكن يتورث للأبناء إن كان الأهل اللي عم يعيشوا أو ما عم يعانوا ويحاولوا قدر الإمكان أنه ما يوصل لأطفالهم بتشوفي أنه هذا الشيء ممكن يتورث هو بيتورث وبيورث الأمراض أيضا يعني أنا لما بكون حامل وبشوف مناظر مؤذية ومناظر متعبة وأنا بحزن طبعا كتير مهم أنا ردة فعلي عن هاي الأشياء إما أن تكون استجابة أم تكون ردة فعل ردة الفعل بتكون سلبية أما الاستجابة هي بتكون إيجابية أنا بحمل مسؤولية هذا الشيء أنا شو دوري كفرد أنا بأي مكان بالعالم تجاه هذا الشيء اللي صار سواء صدمة مجتمعية أو شيء نحنا صاير معنا عادي أو صدمة أنه من خلال المتابعة أو من خلال الآلام اللي نحنا بنشوفها مع الآخرين فكلما كان الإنسان أكثر وعي بدوره ومسؤولته وأنه أكثر وعي بأنه طفلي شو تلشيء اللي تعرض له كلما بقدر أني عالجة بطريقة أفضل وأحسن وأسرع يعني أكيد طيب دكتورة يعني كتير أوقات منشوف الأهل هنن ماشيين بتدرج بحياتهم اليومية ومو عرفانين أنه هنن عم يتأثروا وبالتالي عم بيأثر هذا الشيء على أطفالهم يعني مو قدرانين نضبطوا سلوكهم أصلا لا يعرفوا أنهم مشكلة عندهم شو هي العلامات اللي بتقول أنه عندهم اضطراب ما بعد هاي الصدمة أو شوفة متل ما بيقولوا التعرض لهاي المشاهد القوية جدا والعنيفة أمراض مزمينة ممكن أمراض السكر أو الضغط كتير شفنا ناس بزاعة الكبار بالعمر لأنه قاعدين بالبيت ما في شيء مثلا تتفاقم عندهم ما في عمل عمي مهرسوا برات البيت فهنن بيأخذوا كل هذا الآلام وبيأخذوا جواتهم فبتتحول لأمراض بيغير الجينات بيأثر على التعلم والدماغ يعني تخيلي أنه بيغير ربط خلايا الدماغ ببعضها التوتر والتعصب والسترس ومتابعة هاي الأشياء يعني بيصير الإنسان بيقول ليش عم بنسى أنا كتير ليش ما عم بتذكر ليش أنا ما عم بعرف اتعلم لأنه بيصير عنده خربطة ما عاد يعرف يتعلم ما عاد يعرف يساوي أي شيء بحياته بيتوتر بينسى كتير فهي الأشياء كله ضروري حتى بنقله لأولادنا بالجينات يعني هاي المشكلة أنه نحنا هذا الرعب اللي أنا عم برتعبه أو الحزن اللي أنا عم بحزنه عم بنقله لأولادي عم بنقله لصحتي صحتي دائما الجسد هو مرآة الأشياء اللي نحنا منشوفها ومرآة المشاعر اللي نحنا منشعرها ومرآة الأفكار اللي نحنا منفكر فيها مثلا بدل ما نفكر بأشياء سلبية لا نفكر بأشياء إيجابية نتفاعل ندعمهم بأي شيء نقدر عليه بأي شيء نقدر عليه ولو أبسط الشيء بالدعاء والأمنيات أنه يكونوا بسلام وحماية كلما كنا وعيين لهذا الشيء كلما قدرنا نتجاوز هاي الصدمات بطريقة كتير والتآلف الاجتماعي يعني أنا أكون دائماً بحال التآلف الاجتماعي مع أطفالي مع عيلتي مع ناس حسيتهم متأثرين أكتر من الثانين كتير مهم التآلف في أنه نعمل أشياء عظيمة أنه على الأقل نخفف يعني ليش الإنسان بيأس أو بيوصل لمرحلة الحزن أو المرض لأنه هو ما قدر يعمل شيء أو حس حاله عاجز عن إنقاذ هدون الناس أو أنه عمل أي شيء مبادرة بأي شيء ولو كان بسيطة لهدون الناس فهو بيحس مشاعر العجز ومشاعر العجز اللهم أنا يعود بكم العجزي والكسل يعني فمشاعر العجز بتخلي عنها حتى أوقات ناس بتنشل بيصير معها أمراض تشبه يعني الأعراض الجسدية هي داخلة هي مشاكل وقصص نفسية نحن ما قدرنا نواجهها أو نتجاوزها بتشوفي دكتور نعدام الصحة النفسية إذا بدنا نقول بهي الفترة للأطفال التحديدة ممكن نوصل فينا للعلاج أنه يكون علاج دوائي عند مراجعة دكتور نفسي ممكن توصل لهذه الأمور؟ أنا بصراحة ما أفضل أبدا العلاج الدوائي العلاج النفسي العلاج بالأفكار حتى الهرمونات بتنفرز هرمونات السعادة هرمونات الراحة البال الهرمونات اللي بتعزز الصحة النفسية نحن بنقدر خلال أفكارنا نغيرها يعني أنا هرموناتي لما بفكر كتير بتوتر عن سواء على أي مشكلة بمرق عليها نفسية أو خوف معين فالإدرانيل الإدرانيلين بينفرز بطريقة كتير كبيرة وعلى بشكل دائم ومستمر هذا الإدرانيلين بيهلك الجسم هلكان بيمرضوا بيتعبوا بيصيبوا بالوهن بالمقابل أنا فيني من طريقة الأفكار من طريقة أني أنا فوت لداخل هذا عقل الطفل أعرف شو داخله خليه يتفاعل أكتر خليه يعمل أشياء إيجابية أكتر خليه يتحمل مسؤولية الأشياء اللي عم تصير حوالي كأثر فراشي ولو أثر بسيط ولو رسمي ولو تعبير عن النفس أو كتابة رسالة لهدون الناس كتابة رسالة كتير حلو أنه نكتب رسالة لأطفال فلسطينينا خلي أولادنا يكتبونا رسائل فقدي هذا الشي بعزز عنده صحته النفسية وبنفس الوقت بيكون داعم للأطفال الآخرين في كل مكان بالعالم عم يتعرض لهذا الشي وأهم شي إخواتنا بفلسطين أكيد دكتور رشفاء خلينا نحكي عن يعني أبرز أنواع العلاجات النفسية اللي يتم اتباعها حاليا مع هذا النوع من خلينا نقول الاضطرابات السلوكية اللي عم بتصيب إن كان الأطفال أو إن كان الكبار يعني أهم شي مثل ما قلت الكتابة الشي الثاني التعبير عن الذات أعرف الأشياء المراقبة دائماً راقبة نفسي وعالج لأنه المراقبة هي اللي بتخلينا نعالج أنفسنا الملاحظة أني أنا لاحظ الأشياء اللي البسيطة أو الدقيقة اللي أنا ممكن عصف فيها أو اداع منها أو إحسن بسببها أو إنهار في ناسي بينهار وبينهاروا تماماً بسبب هاي الأشياء لأنه لو أتنعرف شو هي الأشياء اللي بتأثر فينا اللي بيسموها الزيناد أزرار الزيناد يعني إحنا لما بنضغط عليها بننصاب بهذا الشي لما أنا بعرفها وبقدر أني أنا فوت بتفاصيل وأعرف شو أسبابه وجذور هذا الشي اللي أنا عم ساوي بقدر أنا عالجه أو هذا طفلي ليش هيك عم يساوي بقدر أني عالجه نهائياً وتماماً بالحب بالدعم بالإيمان القوي باليقين بأنه القادم هو أفضل وأجمل وأنه اليقين أنه نحن حنتجاوز هاي المرحلة لمرحلة أفضل بكتير هاي الألم هو مخاض لويلادة فلسطين الجميلة الجديدة الخالية من المحتلين دائماً كلما كنا متفائلين أكثر طبعاً تفاؤل مو عن عبث أو غباء أو سذاجة لا التفاؤل المقروم بإحداثيات من إلهم ليش الفلسطينيين بفلسطين رح ينتصروا لأنه كذا وكذا وكذا لأنه دائماً المحتل هو جبان هو سارق هو إنسان ما له إنسان جيد لأنه هو إبل أنه يقعد بمكان غير مكانه ويأخذ أشياء مؤلو بهذا المكان فبنفس الوقت نعطيه حقائق لهذا الطفل الحقائق جيدة جداً في معالجة للناس والبعد عن الأوهام مثلاً أوقات في وهم معين ممكن فكرة معينة هي واهمة العقل بيكبره أكتر ويضخمه أكتر مثلاً هذا المحتل قوي ما حدا بيسيطر عليه عنده أسلحة عنده أميركيا داعمته رح نوصل يا حرام الأطفال ما حيبيدوهم حيبيعدوا ما في شعب بالدنيا بينبعدها أول شغلة شغلة تانية لازم نقوله أنه دائماً دائماً الحق بينتصر مهما على صوت الباطل دائماً الحق بينتصر فدائماً هاي الأفكار كتير مهمة لحتى نتجاوز بإيجابية نعم أكيد دكتور بدنا نتشكرك على كل المعلومات اللي قدمت لنا على هذا الموضوع بالغ الأهمية واللي نحن ما فينا نبعد أطفالنا عنه أبداً يعني قدش اليوم من الصعوبة أنه كل ما يجري بأرض فلسطين أنه نحن نكون بمعزل عنه وبعادة عنه لكن الصح أكتر أنه نحن نحاول أنه نوصل الفكرة الصح ونحمي أطفالنا قدر لإمكان شكراً لك دكتورة ولوجودك